أهلا بكم مثل ما قضينا عليهم في الفلوجة سنقضي عليهم في الموصل بهذه الكلمات أعلن رئيس الوزراء العراقي التقدم الميدانية في معركة الموصل من ثلاثة محاور انطلقت المعركة وعبر قوات مشتركة شن الهجوم على محور القيارة جنوب الموصل تتقدم قوات من الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الخمسة عشر ومكافحة الإرهاب بإسناد جويا يوفره تحالف واشنطن وعلى هذا المحور تدور اشتباكة عنيفة قاعدة القيارة الجوية واحدة من أكبر القواعد العسكرية الاستراتيجية وتبعد 58 كم جنوب مدينة الموصل كانت المعقلة الرئيسة لتنظيم داعش في المنطقة والآن أصبحت تحت سيطرة الجيش العراقي القوات المشتركة سيطرت على المواقع والحقول النفطية في المنطقة وذلك في خسارة أخرى للتنظيم الذي كان يهرب النفط ويستغله وهذا ما يفسر شراسة المعركة هنا والخسائر البشرية الكبرى لداعش خلالها وفي الطريق نحو مركز ناحية القيارة نجحت القوات العراقية في استعادة السيطرة على عدد من القرى على محور قضاء مخمور القريب من الموصل معركة أخرى تديرها القوات الأمنية المشتركة قوات البشمرقة بإشراف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني استكملت خطتها بمحوري الخازر والكوير جنوب غرب أربيل وجنوب شرق الموصل واستعادت 12 قرية في خلال هذه العملية وتمكنت من الوصول إلى جسر الكوير الاستراتيجي الذي يربط أربيل بمحافظتي نينوى وكركوك وهي تتمركز حاليا على بعد نحو 18 كم من مركز مدينة الموصل وشمال شرق الموصل تخوض البشمرقة معركة أيضا وهناك نجحت في التقدم واستعادة عدد من القرى والاقتراب أكثر فأكثر من مدينة الموصل